وسام أبو علي وهو يتخذ قرار الانضمام للنادي الأهلي كان يعلم أن هناك مشكلة هجومية يعاني منها النادي الأهلي منذ شهور وربما منذ مواسم هل يعلم أن ضغوطات عليه كبيرة جداً لتولي مهمة هجوم النادي الأهلي الفترة القادمة أكبر نادي في القرى الأفريقية نعم نعم بالتأكيد هل كان اتخذ هذا القرار وهو يعرف أن هذا القرار يتعلق به واحدة هو لعب موهوب والأهلي أراه المشروع الخاص به فبالتالي هو اتخذ القرار قرار صائب أن يلعب لأكبر نادي في أفريقيا أعتقد أنه كان قرار جيداً جداً وسام أبو علي في التصريحات سابقة كنت قرأتها قبل انضمامه لنادي الأهلي كانت نتحدث دائماً عن حلمه في الاستمرار في أوروبا واللعب الأحد الأكبر الأندية في أوروبا هل كان هناك صعوبة في موفكة وسام أبو علي في الانضمام لنادي الأهلي أثناء المفاوضات؟ نعم يمكنك أن تقول أنها أخذت بعض الوقت ولكن ولكن الجميع كان سعيد في النهاية لأن المفاوضات طمت بطريقة احترافية كبيرة من الجانبين لأن النادي الأهلي الأهلي قد أعد كل شيء مسبقاً وأرانا كل شيء فبالتالي نحن وعرفنا كل شيء قبل الاتفاق وهذا مهم جداً لويسان أن يذهب إلى نادي كبير كالنادي الأهلي وخصوصاً أنه قد أدى أداء رائعاً مع سيريوس في السويد فبالتالي الجميع كان سعيداً في النهاية ترجمة نانسي قنقر